النهاردة اليوم حلوة أوش اليوم جميل الأهل النهاردة كان مسالي في كل شيء الأهل كان حلو في كل حاجة النهاردة النهاردة كل حاجة نموذجية بداية من الملعب الجماهير التنظيم الناد الأهلي وجمال الناد الأهلي وروح الناد الأهلي وأداء الناد الأهلي مبراءة رائعة مبراءة كبيرة مبرانة نموذجية الناد الأهلي خاب بطولة بيكمل في بطولة تانية حاجة كبيرة وفخر لنا كلنا والجماهير المصرية وخاصات ناد الأهلي طبعا كنت متوقع أنه الأهلي يسيطر على المباراة دي طولا عرضا قدام فريق كبير فريق العين وعنده إمكانيات كبيرة تحديدا في النواحي الهجومية نهارده الأهلي أفل كل نقاط القوة على العين واستغل كل نقاط الضعف ناد الأهلي كان يوم النهارده أنا فنيا كنت متوقع أن ناد الأهلي يكسب ولكن مش بسهولة كده كنت متوقع أن ناد الأهلي معيتي لفريق العيد الفترة الأخيرة لما تشوف الجدول جدوله في الدوري الترتيبه في الدوري السادس إن هو السادس بيجيب أهداف ولكن بيدخل فيه أهداف كتير جدا يمكن في خمس مباريات جاي فيه تسع أهداف البطولة السوية لعب ثلاث مباريات جاي فيه عشر أهداف بالنسبة لحجم فرقة بتلعب في بطولتين يخش فيهم تسعتاشر هدف في ثلاث مطشات وخمس مطشات يعني ثمت مباريات عدد كبير جدا جدا بيديك مؤشر إنه شيء حاجة غلط المدفعين في التنظيم في حارس المرمى إنت بقى بتكتشفه وإنت بتشوف الفرقة وإنت بتحضر له وإنت بتحضر له بتكتشف ده النهات الأهلي تعامل النهاردة تعامل مسالم على المراء من حيث الضغط في البداية وطر لعيب العين بشكل كبير جدا جدا وكان بينا عليهم طول عايش الجيم من أول ديئة إلى آخر ديئة يمكن في الديئة 95 والناد الأهلي كذبان 3-0 شفت عمر السولية بيضغط في كرة في نص ملعب ملهاش لازمة ولكن شوف كمية الشراسة والضغط بيبهين لك قد إيه الناد الأهلي كان مستعد الموراة محضر لها بشكل كويس سواء الجهاز الفني أو اللعيبة وقد إيه اللعيبة كانت ملتزمة وتحس إن في حاجة في الملعب متقالة وبتنفذ داخل الملعب على الناحية التانية يمكن أنا ما عجبنيش مدرب العين هناك كريزبوف يعني يمكن هوا أكلم كويس عن ناد الأهلي وتاريخ الناد الأهلي وجمهر الناد الأهلي حلو كل ده يعني يعني كويس وكل الناس عارفاه يعني كل الناس عارف تاريخ الناد الأهلي وحاجة من الأهلي ونفعش تقول غير كده ها تمام ولكن أنت يعني ما أقدرتش الناد الأهلي داخل الملعب يعني أنت يعني ما أقدرتش الناد الأهلي كويس وقدرات الناد الأهلي الفنية داخل الملعب صح إزاي أنا أنا لعبتي أول عشر دقائق الرجلية بتخبط في بعض وأنا مصمم من أن أحضر حضر الكورة من داخل الثمانتاشر والناد الأهلي ضغط علي ضغط ضغط علي وأنا لعبتي بتغلط وأنا مصمم أعمل كده فده يعني ده تعامل يعني لما تشوف المدرب وبيفكر كده وبالعب براه خارج ملعبه مع فرق بحاجة من ناد الأهلي المصمم يعمل ده هو عنده أخطاء دي كارسة طبعا صح محترمش الأهلي لا محترمش الأهلي فنيا داخل الملعب طبعا طبعا نتكلم عن ناد الأهلي كويس وده له حق يعني تاريخ الناد الأهلي وده شيء طبيعي